طريقة كمان يا كابتن ماهر يعني انا كنت في بداية الحلقة بقول يعني وده في تقديري يعني انا مش متخصص ومش فاهم زي حضرتك طبعا لكن من الممكن انه اروح المغرب طيب زميلي بس بيبلغوني ممكن طيب اللقطة دي على الهوى طبعا ده مسيماني في اتجاهه للباس اللي هيقل الفريق ان شاء الله باذن الله اللي معاه على فكرة ده جماعة واحد من ذوي الهمم ذوي القدرات الخاصة اسلام واحد كمان من المنتامين والعشقين للنادي الاهلي اللي موجود في النادي الاهلي باستمرار والحقيقة يعني شخص جميل وروحه جميلة جدا هو عنده روح جميلة جدا نحمد واضح او من الصورة انه هو يعني حابب الناس وقبلك وبيبعث الرسالة كده انه هو بيحب مصر بيعشق مصر وخصوصا النادي الاهلي على فكرة مسلماني اذا اظهر ده في اكتر من مناسبة حتى من قبل فكرة يعني رغبة الاهلي في التعاقد معه بالزبط يعني راجل حقيقة بسرط الاهلي حلم من احلامه بالزبط فربنا سبحانه وتعالي حقاهله فهو واضح او انه هو شخصية محترمة بيعرف في الجانب النفس يتعامل مع اللعيبة بشكل بشكل جيد حتى خارج الملعب يتعامل مع جمهور جمهورنا ده اللي بشكل محترف اهو هنا لقتة مسلماني مع اسلام اه اه فانا عايز اقولك ان احمد ان ان هو بسرعة جدا بشخصيته القوية دي بحبه واحترامه والجانب النفس عنده جميل وبتعالي اللعيب المصري مهم جدا بالنسبة له الحتة النفسية بيحب الحتة دي بالزات وبيحب المدير الفاني اللي بيحترم اللعيبة وبيقرب منها واخبارك وبيحتضنه بشكل جيد وهو ده دور التدريب يا احمد انك انت اللعيب يخطأ وانه داري بصلح ده دوري واخبالك فباردك العمل نفسي واضح قوي من مباراة المولين انعكس على اللعيبة حيزيد اكتر في مباراة امبي انت بابت مع هديكوتي يا كابتن ماهز يعني بسمع دايما انه يعني ابرز المديرين الفانيين يعني حققوا انجازات كبيرة او سجيلوا اسمهم بحروف منون مع النادي الاهلي زي هديكوتي وزي كانوا بيشتغلوا جداً ونكحين جداً في حتة week الشغل النفسي او الجانب النفسي الحتة دي ودي ودي احنا تعلمناها من الاجانب المديرين الفانيين الاجانب بيحمد ما بيحبوش ويكرهو يعني تملي حتة دي بيعملوها باحترافية يعني بيعملوا كل اللعيبة ما هي واحدة كل اللعيبة في السواب ما هي واحدة في العقاب ما هي واحدة فعشان كده بيتحبوا يعني تلاقي المدير الفني المصري ما بيعملش كده المصري عنده دي موجودة بيحبوا بيكره المدرب المصري لكن بتتغير اسلوب ده لما بيشتغل مع عجبابي بيكتسب منه الحتة دي ويقدر يتفاوض ارجع مرة تانية أنا كنت بأقول في الحلقة أنه غالبا غالبا أهلي هيروح إلعب في المغرب بطريقة تميل إلى الناحية الدفاعية تأمين الناحية الدفاعية أكتر منها ما هي هتكون طريقة هجومية إزاي يقدر أجرب ده وانا بلعب في الدوري يعني أنا أرقامي كلها بتقول أنه لعبت قدام المقاولين والمقاولين رابع الدوري بشكل هجومي وأعتقد كمان أنه هلعب مع وهلعب مع بيرامدس برضو بدفع هجومية إزاي يقدر أجرب بقى طريقة اللي أنا هلعب بيها اللي هتميل للشق الدفاعي أكتر في المغرب ولا تتوقع أن المسلمين يهاجم الوداد في المغرب وطبعا وارد لأن أنت يا أحمد أي طريقة لعب مرتبطة بشاقين الشاق الأولى دي وانت معاكش الكورة إزاي حتدافع بشكل منظم تحت الكورة وده يعني نادل أهلي هو اللي بدع الجزئية دي وإحنا اللي عملنا حتة التوازن أو الرجوع لنص ملعبنا وتقارب الخطوط الثلاثة من بعض وإزاي نحاول نستخلص الكورة في المكان اللي هي فيه عن طريق الضغط يعني شوفنا في مرات المأولين الضغط بيبدأ من قدام وبعدين نص ملعب وبعدين الباك الثلاثة اللي موجودين في هذا المكان بيضغطوا على اللي معاك كورة وده نقطة من النقطة اللي تطور فيها الأهلي بشكل كبير يعني وتحسب طبعا لأنه واضح أنه تكلم فيها وتعليمات تكلم فيها فأي طريقة إزاي كانت أربعة، اثنين، ثلاثة واحد ليها شق الدفاعي ده اللي هو أنت معاكش الكورة بترجع نص ملعبك تقارب خطوطك الثلاثة من بعض وبعدين يحصل نوع من الضغط على اللي معاك كورة عشان تستخلص ولما تستخلص قريد أنت بتدفع بخطوطك الثلاثة يعني إزاي أنت كنت في نص ملعبك فتضطر تروح لنص ملعب الخصم عشان تقدر تجيب جوال فهي النقطتين دول موجودين في كل طريقة لعب أربعة، اثنين، ثلاثة، أربعة، ثلاثة، أربعة، أربعة، أثنين كل طرق اللعب يحمد اللي إحنا ذكرناها لها الشقين دول وإنت بتدفع إزاي حتبقى في نص ملعبك بتدفع وتقفل إزاي وإنت بتهاجم إبقى أنت عندك زيادة عددية موجودة في نص ملعب الخصم فعشان كده بقولك لا إحنا في الوداد موجودين معنا الشقين دول